الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي نشر فيديو على صفحة المهرجان عن تكريم لبلبة تعالوا نشوفوا تعيد اني موجود مع حضراتكم النهاردة من مقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علشان نعلن لحضراتكم اسم الفائز بجائزة الهرم الزهبي وهي الجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة في Life Achievement أو جائزة العمر والسنادي حيكون المكرم هو الفنانة لبلبة الفنانة لبلبة لها تاريخ كبير جدا بدأت العمل وهي عندها خمس سنوات في فيلم من إخراج المخرج الكبير نيازي مصطفى وهو اللي اختار لها اسم لبلبة لبلبة لها النهاردة ما لا يقل عن 88 فيلم سينمائي كانت مشهورة بانها بتقلد الفنانات وكان لها فترة طويلة كانت كوميدية في هذا الإطار وبعدين لها أغاني كتير جدا واستعراضات مثلا نقدر نتكلم على ليلة ساخنة للمخرج الكبير عطف الطيب لها أيضا فيلم الآخر مع المخرج الكبير يوسف شاين جنة الشيطين مع هسامة فوزي فهي لها أعمال جيدة وأدوار جيدة حصلت فيها على جواز كتير اشتركت كعدل لجنة التحكيم في مهرجانات كثيرة من ضمنها مهرجان القايرة سنة 2020 كانت عيدلة لجنة التحكيم فالفنانة لبلبة لها تاريخ كبير لم تكرم في مهرجان القايرة من قبل أنا بتمنى للفنانة لبلبة كل التوفيق بتمنى لها كل النجاح في مستخبل باهر وتاريخ مبهر ترجمة نانسي قنقر